ديماراجا بعد ما بردنا اجي ندوي شوي على الماشد البارح الراجل البارح داروا ميطة كاريشية نصف اللعابة داخل بالعقل جاهزة كين فتيران وكين الدماغ كين في بلاس اخرى والو ما كينينش فتيران والنتيجة انهم تقبونا وكانوا اسباب مباشرة دي البيوت اللي تماركو كاملين في ميطة اللولة في ميطة واحدة تماركو قاع البيوت من ابرز اللعابة اللي دخلوا بالعقل في الماش ومال اظهر دياننا بنجايقوا بداوي اللي تقدوهم ديال بالصح اللي بغاش يصلح التقبة النصر عارفو هاد الموسكيل اللي عنده بقى ولاعبين عليه ومن زيوتوت ماركو علي جوز بيوت البيت ديال رونالدو والبيت ديال الغنام على ذكر الغنام الغنام في البيت ديالو ركب عليه بنتيج احسن ركبة بنتيج فاد اللقدة بين كل اخوة عنده الودنين والصراحة دي ما كيديرها والنتيجة هي الكواريت كيلعب صحته كسر من عقله وكيدير الغالاط والموسكيل هي انه كيدير هاد الاغالاط في بلايز حساسة وكيديرك اللعاب اللعاب كان مريقل وستغل لغابة ديال بنتيج اعطاه بظهره واخله كتر كلمة وراها وصد كورا وزاد بها وضرب البيت حتى من الزنيتي كملت تقبة كورا ماشي سهلة وماشي صعبة ولكن بالنسبة لزنيتي اهدي خصو يحبسها هذا شي من جهة من جهة اخرى بيداوي حتى هو كان في القائمة اللعاب اللي يدخلوا بالعقلهم داخل هو ما كينش فتيره سهل عنده الماشة في ربوع ساعة الأولى بداوي اللي تحامل المرة كنش اشجعه بالإمكانيات والجانب التقنية اللي عنده ولكن كننبهه بالجانب البداني اللي يناقص عنده وحتى هو لاعب كاسول ما بغاش يختم على هذا الجانب كيشوف المدري في الماتشات الأخرين كيخرجه في دقيقة السين ومع ذلك ما بغاش يفهم والنتيجة هي انه اتقبنا في هذا الماتش ليغس يكون فيه حاضر حيث لعب ضده ماني ومع ذلك زيني باور حتى معه بولكسوش بالعاني باش يعاونه ولكن معه من غدوي لعب دراجة كوسالة ما كيخدموش على اللي بوان فيه بلديالهم ما بغوش يفهمو ان الموهبة بوحدة ما كافياش ولكن هاد الشي ما غي يعرفو حتى يهرب علي الترين ويشوف راسه خسر الكارير دياله كامله بسبب انه ما خدمش غير شوية على راسه ما علينا بداوي كان مهرس لهرجاء وتسبب في البيت للاسف الاطهرة دياله اللي كنا معولين عليهم بجوز قبونا بنتيج و بداوي وجهان لعملاتين وحيدة بنتيج الجانب البداني عنده مزيان و لكن ما بغاش بالحailing قد المخطأادي يخدام لليجانب التقنية و بداوي وجانب التقنيه عندهم زيان و لكن ما بغاش يخدام لليجانب البداني بجوج هتو بقين صغر وب Lösung عندهم هامش كبيرة للتطور و بجوج هتو الا بغاش يخداموا على النواقش ديالهم üll顆وا بحالكว الله لقاقبوها بني جايق قبلهم انه كان جبيرة قبلها لليجانب البداني مزيان وتقني الله و ما قرقباش و اخرجوا ودنه وسامع الهضرة وبداوي كان قبله منه بوطيب لجانب التقنيه مزيان والباداني الله وحتى هو مقرقبات وخرجوا ودنه سامع لهضرة بداوي بنزيق إلا مجمعوش راسهم غاد يبقوا غادين في نفس الطرق دل بوطيب وجبيرة واللي بغي يتقعد يجمع معنا راسه واللي ما بغاش غاد يخرج من الباب صغير وغاي خرج على كارير دياله سالينا دوينا على اللعابة اللي تقبونا كيين واحد جوج اللي ما زوش زنيتي ومكعازي زنيتي در واحد من اكفص الماتشة دياله ذاك البيت تاني بالنسبة لي مخصوش يتمرك على قول بحاجة زنيتي بالنسبة الحالي تعادي في المغرب نقدر نقول اه ولكن بالنسبة لزنيتي ذاك البيت مخصوش يتمرك عادي ذاك البيت تالت لي ما وقفت ليه مزيان خرج هو يعود يرجع وهذا الشلي سعب عليه يدير رياكسون في الوقت من جاء اخرى مكعازي والو مجاش لف مطال لولادة تانية ماتش كامل هو موضر والعجيب ان المدريب خليه حتى لتخيق 84 عاد يخرجه كتكن سنه يخرجه قبل ويدخل مثلا فورسي مكعازي حتى هو نفس البلاندي البداوي عنده التكنيك ولكن فيه زي كوارو ضيع نفض الماش ووالي غايد يضعع في الاخر يلا بقى بحالك حيتي لحطتي لتي مدريب جوج العابة واحد حريفي ولكن سخيفه وضعيف بدنيا واحد عطاش ولكن واقفه مزيان بدنيا فكون اكيد غادي اختار التاني عشنو غايدير بواحد كواري ما قادرح تيجري مزيان الجاني والبداني كي اضطر ع الجاني بالتقنيك كنت مساهلي بداني الفراغ غادي تغبر في الماش واجتي له كوقع المكعازي الورضي اللي عنده مستوخيب هاد العام دخل درماش حسن منه المهم عجي جوج مكانوش في الماش وفي الوقت اللي عوالنا عليهم مجوش للأسف قاع البيوت اللي تماركو في الماش ماركوهم النصر حتى من البيت دياننا هاد الجملة بوحدة كفيرة بشوصف لك حجم المعاناة اللي كي يعانيها الهجوم دياننا للأسف الاجنيحة بدون فعالية كبيرة اكيد ريبلي ولكن فينا هو التأتي المباشر صناعة الاهداف والبيوت زيد عليها الافاستر اللي ماكينش اصلا راجع دخلت لهذه البطولة بزير ورأس حربا راح يمي وماية واخد جمعهم بجوج ما يعطوك حتى واحد فهد الموسم اليداز كان الهجوم ديالنا نااقص بهد الجوج وزيد عليهم خابة وبنجديدة فما بالك يبقوا عندك غير هد الجوج بوحدهم كانت بينا اننا غادي نعاني وفعلا عندك تلي كان هاد الماتش بينا بلي ضروري خص انتدابات وبدرجة اكتر ضروري خص يجي مواجم زيان حيش هاد العام عانينا بزيف بلابي وفاد كأس العرب تأكد ميتين في المياه اننا كنعانيه في ذاك البوست وخاصنا ايرجون العمرو باللعاب مزيان للماتش الرابع اللي كان وصله البوتو كتر من 11 مرة غير فاد البوطول اللي لعبنا فيها 4 الماتش في كل الماتش قدرنا نوصله على الاقل كتر من 10 الفوراس تصور دابا كنشي مواجم زيان اشنو كان غايترات فهد الماتش وصلنا البوتو كتر من النصر ولكن الفرق بيناتنا او فرق ديال كاليتي تلعابة فرق بين واحد كتجي مكعرفوش احد تباس وليتيري واحد جي عارف شنو غايتر قبل ما توصله كورا شخصيا كتكنشو فراجة خاسرة حتب الرجولة سعيد تربح فرقة عامرة بالنجوم فالمقابل انت فرقتك مع انزعت حتى 11 مقاددة باش نكونوا واقعين كتكنشو فراسنا خاسرين قبل ما نبداو اه القالب كانك يقول خسنا نربحو ولكن العقال كيقول غادي نخسره ولكني لكنا غادي نخسره على الاعقال دي رومانسوين باش تسمى انك وخطحتي مع فرقة عامرة بالنجوم وبفرقة الحضاش ديالها بقى ما مقادات عندنا قدرنا نوقف معهم وانت هذه تشكيلة نيت مقدرتي تضربها غير بيت على الاهلي في تيرانك وبغيت يتربحها بالنصر وميمكن سعو تانيك على عكس توقعات ميطة الأولى كانت نشوف اللعابة داخلين ضيقين مخلوعين وقدرنا ميطة كاريتية في ميطة الثانية واخن نصرها بطوريتم لكن على الاقل بقفنا في تيران وشدينا بالون وقدرنا فرص بزاف واخاها كاك ما ماركي ناش كل اللعب اللي تلعب في ميطة الثانية كون بدينا بهم من الأول كنتي على الاقل قدرنا تشوف ماتزوين بين الفرقي بزوج قلت على الاقل بعدها قدرنا فرقتك واقفة نيد لنيد مع النصر وما نيله المطالب بالتمنى من بين الحويس الإيزابية اللي تشفت في الماتز هي بعض لعاب اللي داروا ماتزوين على مقدمتهم اهولو اللي واخا كان شوفتي واحدين في فيسبوك يكريتكوا فيه اهولو كان لعاب الواحد اللي داخل الماتز من اللي بديه حتى الاخر واخا تقول لي قلتي بالنسبة لي اهولو كان احسن صفقة في هذا الموسم مع اولاد ضده دارتي داكسي تبقى اختلاف في الاراق وكان احتار مرأيي اي واحد ولكن بالنسبة لي اهولو اكتر لعاب كان مؤثر في هذا العام كامل اه كنت اللي في ضد الاهلي والكرا اقل الواحد كان يخوي بك في الماتز علما ان الماتز الاهلي كان كل شي مكنس ما تغير اهولو لعاب اخر اللي كان مزيان في الماتز هو عراسك عراسي دار اداء زوين في هذا البطولة إلا بغي يزيد في النيفو يشد بلاسه خصوه يحترجيه الارض ويطور راسه حيث ما زال عنده شنقات ضعف يخدم عليهم ولكن بالمجمل كان مزيان الزرهوني اللي عاوية ان يدخل كيدير لاضافة الزرهوني هو مزيان خصوه غير يجمع راسه إلا خدم غادي يكون مزيان نيت بولكسوج حطو زينباور إلي قدام بداوي باش يعاونه ولكن كان حسن منه لعاب في بلاس بداوي حيث ما كانش أصلا كان حاضر غلب الجسد شي عاجة خرلا بولكسوج حتا هو نفس الهاضرة إلا خدم علي شي حوي يجناقصينه وبالخصوص في الجانب التقنيك غادي يكون مزيان في نفس السياق زينباور لو حدود الساعة كيبين على الكفاءة الكبيرة دياله بفرقة ما مكمل حتى حظهات ديالها اللي غير يبدو الماشي بلا ما ندعوه على الاحتياط وقفهم ضد بالوزداد الكويت الوحدة والنصر إلا حتى تغير نصر بوحدة فرقة كافية زينباور بنفس اللعابة شفنا معها لعب آخر واللي انها كنا نوصلوا لبوتو بسهولة بعد ما كنا نوحلو غير ندخلو الكارك بنفس قوات دياله اللعابة قدر يوقف ويدير فوراس ولكن لمسة الأخرى كانت غادي تكون كون كان عدنا شي تسعود مزيان كون كان عدنا تسعود كيستغل غير فورصة واحدة من خمسة الفوراس كونش في نهضر أخرى كون بانو نتائج مزيان حيث كل شي شاف الدعف ديالنا القدام والفراغ كبير اللي كان في الأنفا سنتر حيث لما كانت عندك مهاجم مزيان فراغ قاعدك شي لبنيتي غادي يريب بحل كتكو بالمفرم لا لإدارة مطالبة تجيب انتي دابات مزيانين اللي يقدر المدرب يوظفهم مزيان ويبني عليهم الأفكار دياله ويحط لينها فرقة نقية خلاصة القول بغيتي تنفسي على الألقاب خصك تقوي تشكيلتك بقية أقل من عشرين يوم باش تبدأ البطولة إلا بغينا ننفسه عليها هد العام يو كأس العرش خصك تبدأ الخدمة دياله من دابة تعزيزة ولا بده منها في المقدمة دياله تسعود مزيان انتي دابات الجودة أهم مشارطي اللي بغينا ننفسه علي الألقاب ماشي نجيب وطاش ما دياللعابة ومتسمي وجبنا انتي دابات إلا كان عدنا عقل بنادم ماشي السمكة نتفكره غير الصف اللي فاتح اللي جبنا فيه 15 لعاب بالتمام والكمال العاب كين طح لعاب 15 لواحد يلا ستقو فيهم خمسة الخمسة التانيين مشوف حالهم والخمسة اللخرين مريحين ما كيلعبوش ما تحتاج تعطي الحاجة بزاف بس تعطيك يكفي انك تعطي غير دكشي اللي ناقصها وغد يطلح لحد النتيجة واجتل خصيد درد العام على ايين نقولوها ونعودوها الله يدير اللي فعل خلال الفرقة وإلى هنا لإخوان نكون وصلنا للبلاقة دوينا شوي على الماشي دوينا على الحويش الإيجابي والسلبي اللي يطراو وبطبيعة الحال دكشي يستيل بكتر من الإيجابي دوينا على المشاكل اللي عندنا واللي خاص الخدمة بيش تحل هذا رتي دابة سهلاش نخلي لكم الباقي اعطونا رأيي ذلكم في كوموترات على هادشي اللي دوينا فيه إخوان منسوش لي اللايك هاج باش يطلع الفيديو الاكبر عدد دير رجوين والرجويهاج باش كل شي وصلوا الفيديو دوزو عندي الانستغرام فيسبوك تمافين كنكون ديما اكتيف وتمافين كندوي معاكم وهذا مكان منسوش لي دو تلاجة الحويش الصالة الوليدين الراجع عمرك تفرط فيهم وكان معاكم اخوكم ديما راجع ديما راجع البارح اليوم اغدا وديما ونوع القارس